بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدي ولدي آدم أعظم الناس خلقا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حياكم الله طالبات وطلاب الصف الثالث الثانوي وزادكم الله من فضله بإذن الله رح ندخل على فصل الخامس اللي هو فصل الكهرباء الساكنة من أخوة مقدمة الفصل والتجربة الاستهلالية عندنا سؤال يقول لك لماذا عند لبسك للثوب ربما أنك تسمع صوتا أو ترى شرارة كهربائية بسيطة أيضا أثناء تمشيط الشعر أو رفعك لغطاء السرير وكذلك عند لمس مقبض الباب قد نرى وميض شرارة بسيطة لماذا عندما نلاحظ أن نسمع فرقعة عند لبس الثوب أو نرى وميض كهربائي نقول أن هذه الملابس فيها ممتاز أحسنتم إذن بسبب من الكهرباء الساكنة نقول فيها ماذا الكهرباء فصلنا اليوم الذي هو فصل الكهرباء الساكنة ما الذي سوف نتعلم في هذا الفصل؟ ملاحظة سلوك الشحنات الكهربائية وتحليل طريقة تفاعلها مع المادة أيضا سوف نتعرف على اختبار القوة التي تؤثر بين الشحنات الكهربائية من خلال معرفتنا لقانون كولو الكهرباء الساكنة الكهرباء الساكنة الكهرباء الساكنة تعتبر اشتقت من إذن مادة الكهرباء حيث لوحظة قبل 600 عام قبل الميلاد لوحظة أن هذه المادة اللي هي مادة الكهرباء عند دلكها بالفرو ماذا نلاحظ من خلال الصورة؟ بارك الله فيكم بجذبة للأجسام اللي هي الخفيفة فعلا إذن لوحظة عند دلك مادة الكهرمان بقطعة من الفرو أنها أحسنتم تجذب القطعة الخفيفة من الفرو والريش هذه الظاهرة سميت قديما ب بارك الله فيكم الانجذاب الكهربائي يقول لك عندنا لماذا استطاعت مادة الكهرمان أن تجذب الأجسام الخفيفة؟ راح نتعرف طبعا المادة الكهرمان مثل مثل أي مادة تحتوي على أي وجزيئات وذرات الظرة دائما إذا كانت متعادلة يكون فيها داخل النواة ممتاز البروتونات والنيترونات البروتون يحمل شحنة بارك الله فيكم موجبة والإلكترون يدور حول النواة ويحمل شحنة أحسنتم شحنة سالبة إذا كان عدد الإلكترونات يساوي عدد البروتونات نقول عنه أن الظرة ممتاز الظرة ماذا؟ متعادلة طيب ما الذي يحدث؟ إذن راح نجاوب كيف أصبحت مادة الكهرمان مشحونة وتمكنت من جذب أجسام خفيفة؟ متى أصبحت مشحونة؟ عندما قمنا بي؟ أي وبدلكها بمادة بارك الله فيكم مادة الفرو إذن عندما دلكنا الكهرمان بالفرو فإننا نلاحظ ماذا؟ أي وأصبحت لها قدرة على جذب اللي هي الأجسام الخفيفة لماذا طيب؟ نلاحظ ما الذي دخل الظرة سهل حركته وانتقاله؟ ممتاز إذن نلاحظ أن هنا من؟ عندي الإلكترون فعندما دلكنا مادة الكهرمان عندك أحد المواد أي وفقدت هذا الإلكترون والمادة الأخرى اكتسبت هذا الإلكترون فأصبحت مادة تحمل شحنة التي تفقد إلكترون شحنتها ممتاز موجبة الشحنة بينما أن مكتسب الإلكترون بارك الله فيكم شحنتها سالبة إذن نجاوب على السؤال عند ذلك الفرو بالكهرمان فإن أحسنتم الفرو فقدت الإلكترون فأصبحت شحنتها بارك الله فيكم موجبة بينما المادة الثانية التي أحسنتم الكهرمان اكتسبت الشحنة وأصبحت سالبة الشحنة أهمية فصل الكهرماء الساكنة يقول لك الكهرباء لها دور كبير في تشكيل الذرات والجزيئات والتفاعلات الكيميائية فعلا عندنا وجود الذرة بسبب وجود ماذا؟ القوة بين الشحنات الكهربائية هي التي بفضل الله سبحانه وتعالى ساعدت على وجود ماذا؟ الذرات وبالتالي الجزيئات وأيضا انتقال الذرات وانتقالها يحدث ماذا؟ أي وحدوث للتفاعل الكيميائي لعبت الكهرباء الدور كهام في النظام الحركي والعصبي داخل جسم الإنسان فعلا الكهرباء تؤثر على جسم الإنسان ولها دور كبير في النظام الحركي والعصبي أيضا من خلال الصورة نتعرف على أن الكهرباء الساكنة أي ولها دور كبير في بعض الأجهزة التقنية ومن ضمنها ممتاز آلة الطباعة وآلة تصوير الأوراق حيث لا يتكون الحبر على الورقة إلا إذا كان أحدهم يحمل شحنة ممتاز موجبة اللي هي مثل الحبر والورق يحمل شحنة ماذا؟ سالبة فيساعد على انجداب الحبر نحو الأوراق أيضا الكهرباء الساكنة وتجمع الشحنات الكهربائية تعتبر لها آثار أحسنتم سلبية على هذه الأجهزة الإلكترونية ولذلك دائما يحاول ليش الحفاظ على هذه الأجهزة من خلال الغطائها وتنظيفها أيضا من خلال الصورة نعرف أن الكهرباء الساكنة تلعب دور كبير في ظاهرة ممتاز اللي هو البرق إذن يعتبر البرق مثال على تفريغ الكهرباء الساكنة أيضا البارق يعتبر مثله مثل الشرارة الكهربائية التي نشعر بها عندما نلمس مقبض الباب في اليوم الفرزي طبعا عندك عندما نلمس مقبض الباب في أي يوم ونلاحظ شرارة إذن انتقلت الشحنات من اليد إلى ممتاز المقبض إذن سمي هذه العملية بارك الله فيكم أحسنتم اللي هو تفريغ لمين؟ للشحنات أيضا البرق يعتبر ظاهرة تحدث ماذا؟ ممتاز التفريغ للشحنات إذن هما متماثلين في طبيعتهم الأساسية ولكن يختلفون في حالة ماذا؟ البرق يعتبر شحنة ممتاز إذن كميته أكبر عندنا سؤال فكر في الفصل ما أسباب تراكم الشحنات على السحب الرعدية وكيف يحدث تفريغها على شكل برق؟ نلاحظ من الصورة طبعا السحاب عندما تتحرك وتحتك تتكون ماذا عليها؟ ممتاز إذن شحنات كهربائية هذه الشحنات السالبة تكون في أي طرف؟ بارك الله فيكم في الطرف السفلي للسحابة والموجبة ممتاز تكون في الطرف العلوي للسحابة الأرض أيضا تعتبر مستودع للشحنات الكهربائية فالطرف السالب سوف يجذب لي أي والشحنات الموجبة على مين؟ على سطح الأرض إذن هنا الشحنات السالبة المتكونة في الطرف الأسفل وأيضا هنا سيتكون لي شحنات ممتاز موجبة على السطح العلوي للأرض عندما تكون الكمية الشحنات كمية هائلة يكون هنا عندي ماذا يتولد؟ ممتاز إذن هنا في ماذا عندي؟ مجال كهربائي إذن راح يتولد لي مجال كهربائي هذا المجال الكهربائي يعمل على تأيّن الهواء فيصبح يتكون من آيونات موجبة وإلكترونات ممتاز السالبة هذا التأيّن يساعد على بارك الله فيكم ممتاز التفريغ الذي هو الشرارة الكهربائية من البرق والوصول إلى الأرض وهذه الطريقة التفريغ أو عملية تفريغ الشحنات الكهربائية تسمى بظاهرة البرق إذن يعتبر البرق ظاهرة أدت إلى المحافظة على الخصائص الكهربائية للأرض وأيضا آلية حدوث هذا البرق غير مفهومة تماما لكن مثل ما شرحناها قولوا شوي إذن هذه الطريقة إيش؟ اللي هي العامة لتكون البرق عندنا التجربة الاستهلالية في بداية الفصل سؤال التجربة ماذا يحدث عند الدلك مصطرة بلاستيكية بقطعة صوف ثم تقريبها إلى قصاصات ورقية إذن من خلال السؤال التجربة نتعرف على أدوات التجربة عندنا أحسنتم مصطرة بلاستيكية وأيضا قطعة بارك الله فيكم صوف وقصاصات ورقية ممتاز طبعا أي مادة بلاستيكية مصطرة وإذا لم يتوفر لديك مصطرة أي مادة بلاستيكية مثل بالون وغيره من المواد أو مطاط إذن يمكن إيش أن تقوم بعمل المصطرة القطعة الصوف والقصاصات الورقية يفضل أن تكون خفيفة أي جسم خفيف مثل قصاصات الورق أو مثلا قطعة من المنديل خفيف أو نجيب لنا أجسام مثل الريش تعتبر مناسبة في أداء التجربة الخطوات التجربة نلاحظ عندنا هنا إذن نضع قصاصات الورق على الطاولة نأخذ المصطرة أو المادة الموجودة عندنا واذا نقوم بما هذا؟ ممتاز ذلك بقطعة الصوف ثم نقربها إلى القصاصات ونلاحظ تأثيرها فيها إذن تأثير المصطرة المدلوكة على القصاصات إذن نأخذ البالون أو المصطرة بلسكية ونقوم بعملية ماذا؟ أي ودلكه بقطعة من الصوف ثم أحسنتم سوف نقربه من قصاصات الورق النتيجة طبعا نلاحظ إحنا نعرف بارك الله فيكم سوف أي وممتاز تنجذب قصاصات الورق إلى أحسنتم إلى البالون قبل تقريب المصطرة ما هي القوة المؤثرة على قطع الورق؟ ماذا نلاحظ على هذه القوة؟ القطع الورق موجودة على الطاولة إذن القوة التي تجعلها ثابتة على الطاولة قوة أحسنتم قوة الجاذبية الأرضية إلى أسفل أيضا ما الذي جعلها لا تسقط؟ عندي قوة ماذا؟ أي وموجودة على السطح إذن قوة دفع السطح إلى أعلى بما أن هذه القصاصات الورق وقطع المنديل خفيفة لم تتحرك متزينة إذن نلاحظ أن قوة الجاذبية مع قوة الدفع ممتاز متساوية في المقدار ومتعاكسة في الاتجاه الخطوة الثانية سنقرب منها مين؟ البالون المدلوك أو المصطر المدلوكة ماذا نلاحظ عند التقريب؟ ممتاز بارك الله فيكم فعلا انجذبت قصاصات الورق إلى البالون إذن هنا انجذبت معناها فيه ماذا؟ جعلت الجسم هنا ما الذي أدى إلى تحرك هذه القصاصات؟ ممتاز قوة نشأت من هذا الجسم المدلوك نشأت من الشحنة التي يحملها هذا الجسم إذن هنا قوة نسميها قوة ماذا؟ ممتاز قوة كهربائية هذه القوة الكهربائية نلاحظ بدأت الأجسام بعد فترة بالسقوط إذن بدأت إيش؟ أي وبتقل تقل حتى تفقد إذن نلاحظ أن هذه القوة الكهربائية هل هي دائمة؟ بارك الله فيكم إذن نلاحظ أنها قوة مؤقتة إذن نجاوب على أسئلة تجربة عندنا في التحليل يوجد السؤال الأول ماذا حدث لقصاصات الورق عندما قربت المسطرة البلاسيكية لها؟ إذن قصاصات الورق عند تقريبها ماذا حدث؟ بارك الله فيكم فعلا إن جذبت القصاصات إلى المسطرة التي تعتبر ماذا؟ مدلوكة أو مشحونة السؤال الثاني ماذا حدث للقصاصات الورق التي التسقت بالمسطرة؟ لاحظ؟ التسقت بالمسطرة والتسقت بالبالون بعد فترة بدأت؟ ممتاز إذن بدأت إيش؟ تحدث لها سقوط إذن حدث ماذا؟ تنافر بين هذه القصاصات والمسطرة أو البالون هل لاحظت نتائج غير متوقعة عندما قربنا المسطرة إلى قصاصات الورق؟ ممتاز كلنا توقعنا فعلا أن يحدث ماذا؟ تجاذب للقصاصات مع البالون المدلوك أو المسطرة المدلوكة عندنا السؤال في التفكير الناقد ما القوة المؤثرة في قصاصات الورق قبل تقريب المسطرة؟ قبل أن نقرب المسطرة ما هي القوة التي أثرت فيها؟ قوتين وجعلت القصاصات لا تتحرك ممتاز قوة الجاذبية الأرضية إلى أسفل وقوة بارك الله فيكم قوة دفع سطح الطاولة إلى أعلى وقلنا في حالة اتزان إذن هنا الجسم الذي القصاصات لم تتحرك السؤال الثاني في التفكير الناقد ماذا يمكنك أن تستنتج عن القوة المؤثرة في هذه القصاصات بعد تقريب المسطرة البلاستيكي إليها بعدما قربنا المسطرة أو قربنا البالون نلاحظ هناك حركة إذن هناك ماذا؟ قوة ممتاز جديدة أدت إلى تسارع هذه القصاصات إلى أعلى هذه القوة ناشئة من الأجسام المشحونة بارك الله فيكم إذن هي قوة كهربائية إذن فعلا تؤثر القوة الكهربائية من المسطرة على الشحنات بقوة تجادب وتجعل القصاصات تتحرك نحو ممتاز المسطرة أو البالون المدلوك عندنا تطبيق نموذج من أسئلة التحصيل يقول لك اختر الإجابة الصحيحة يتم الشحن من خلال انتقال فراغ من وإلى الذرة هل هي البروتونات أم الإلكترونات أم النيترونات أم الأنوية؟ ممتاز بارك الله فيكم الإلكترونات إذن فقرة أحسنتم فقرة باء السؤال الثاني الذرات التي تفقد إلكترون أو أكثر تصبح عندما تفقد إلكترون تصبح متجانسة الشحنة أم متعادلة أم سالبة أم موجبة؟ فقدت إلكترون ممتاز إذن فعلا تصبح موجبة الشحنة إذن فقرة دال أهداف الدرس الذي هو الشحنة الكهربائية الموجودة بعد الكهربائس أو بعد التجربة الاستهلالية سوف نقارن بين القوة الكهربائية والقوة الجاذبية الأرضية أيضا سوف نوضح أن الأجسام المشحونة تؤثر بقوة إما تجاذب أو تناثر المفردات اللي رح نتعرف عليها الكهرباء الساكنة والأجسام المشحونة نلاحظ هنا من الصورة عندي العالم أيوة فرانكلين عام 1752 قام من خلال الشكل قام بي أيوة ربط طائرة ورقية بواسطة حبل ثم قام بي أيوة جعلها أيوة تطير في وقت ماذا؟ نلاحظ الجو أيوة في وقت عاصفة رعدية ربط الخيط بماذا؟ ممتاز بمفتاح إذن الخيط ربط لي بمفتاح لكي يرى تأثير البرق على هذه الأجسام ماذا نلاحظ عندما يتعرض هذا الجسم لشحنات كهربائية؟ في البداية نبدأ بالحبل وش بيصير الحبل؟ ممتاز إذن جزيئات الحبل سوف تبدأ بالتنافر وبالتالي سوف يظهر كأنها إشعة ممتاز طيب عندما يألمس المفتاح الكهربائي ولاحظ؟ بارك الله فيكم فعلا هناك شرارة كهربائية تولدت فيه اللي هو المفتاح الكهربائي تجمع هذا الشحنات على المفتاح اللي مفردة الأولى ماذا تسمى؟ ممتاز الكهرباء الساكنة إذن نعيد ترتيب عندنا إذن طيّر العالم فرنكيين طائرة ورقية في عاصفة رعدية مربوطة بخيط في نهاية هذا الخيط افتاح ماذا لاحظ عندما اقتراب العاصفة؟ أن الخيوط أصبحت ممتاز مثل الشعاع وتنافر بعضها عن بعض إذن استنتج من هذه الخطوة أن البرق أي ومثل تجمع لي إذن توكون لشرارة كهربائية إذن البرق يشبه الشرارة الناجم عن الاحتكاك عندما يقرب فرنكيين يده من المفتاح ماذا لاحظ؟ أحسنتم لاحظ حدوث شرارة كهربائية هذه الشرارة الكهربائية وهذه التأثيرات الكهربائية تولدت بهذه الطريقة التي تسمى ممتاز الكهرباء الساكنة إذن الكهرباء الساكنة هي دراسة ماذا؟ ممتاز أحسنتم الشحنات الكهربائية التي تتجمع وتحتجز في مكان ما جزئية الأجسام المشحونة سنتعرف على ما المقصود بالأجسام المشحونة عندنا هنا يقول لك سؤال عند تمشيط الشعر في يوم جاف ماذا نلاحظ أثناء التمشيط؟ يحدث ماذا؟ بين الشعر والمشت ممتاز إذن فعلا يحدث انجذاب الشعر نحو المشت أيضا عند إخراج الملابس من مجففة الملابس نلاحظ أن الملابس ممتاز ملتصقة بعضها ببعض عند تقريب المصطرة المدلوكة بالصوف من قصاصات الورق مثل ما لاحظنا بارك الله فيكم انجذاب قصاصات الورق للمصطرة إذن هنا عندي أجسام المشت والشعر الملابس قصاصات الورق والمصطرة بدأت تفاعل أي وبينها تفاعل كهربائي حدث بينهم انجذاب والالتصاق هذا التفاعل الكهربائي أو هذه الأجسام التي تبدي تفاعلا كهربائيا بعد الدلك تعتبر المفردة الثانية التي هي ممتاز الأجسام المشحونة سنتعرف على الفرق بين القوة الكهربائية وقوة الجاذبية الأرضية مثل ما شفنا في التجربة للسهلالية راح في البداية راح نقارب بينهم من حيث المقدار أيهما أكبر كان فيه جاذبية لكن لما قربت قوة الكهربائية تسارعت الأوراق إلى الأعلى ممتازة من الأكبر بمن الأوراق تحركت إلى الأعلى ممتازة القوة الكهربائية فعلا القوة الكهربائية أكبر من القوة الجاذبية الأرضية راح أقان بينهم من حيث الاستمرارية أيهما بعد فترة من الوقت بدأت الأوراق بالتساقط ممتاز إذن تعتبر القوة الكهربائية بارك الله فيكم قوة مؤقتة وليست دائمة والأرض دائما بسبب وجود كتلتها تجذب أحسنتم الأجسام نحو الأرض إذن القوة الجاذبية قوة ممتاز قوة دائمة إذن القوة الكهربائية مؤقتة حيث فقدت خاصية الجذب بينما قوة الجاذبية الأرضية دائمة أيضا راح نقارن بينهم من حيث الأنواع هل هي قوة نوعين تجاذب وتنافر أم قوة تجاذب فقط نلاحظ طبعا قصصات الورق انجذبت ثم وقت معين ممتاز سقطت إذن هذا يدل على أن القوة الكهربائية ممتاز تجاذب وتنافر بينما وجودنا على الأرض إذن يجعل الأرض تجذبنا باستمرار إذن قوة الجاذبية الأرضية ممتاز قوة تجاذب فقط إذن القوة الكهربائية قوة تجاذب وتنافر بينما القوة الجاذبية أحسنتم قوة تجاذب فقط اللي هي قوة الجاذبية الأرضية لماذا سقطت بعض قصصات الورق على الأرض بعد انجذابها لماذا طبعا عارفين القصصات الورق عبارة عن ماذا أيوة متعادلة تحمل شحنة موجبة وسالبة المصطرة أو البالون بعد الدل كي يحمل شحنة ممتاز سالبة انجذبت اللي هي قصصات الورق بعد انجذابها إلى المصطرة تنتقل مين بارك الله فيكم تنتقل الإلكترونات فتصبح بدل الموجب هنا ممتاز سالب فيصير سالب الورق والمصطرة أيضا ممتاز سالبة وبالتالي بارك الله فيكم تفقد اللي هي الإلكترونات إذن عند تلامس القصصات تصبح الورق أيوة سالبة انتقلت الشحنة السالبة من ممتاز المصطرة إلى الورق وبالتالي فقدت أي واصبحت سالبة مثلها فيحدث بينهم قوة ممتاز قوة تنافر إذن انتقلت بعض من الشحنات من المصطرة القصاصة فأصبح لهم الشحنة نفسها فحدث ماذا ممتاز حسنتم تنافر عرفنا إذن القوة الكهربائية مر قوة أي وفي المثال الأول قوة تجاذب وفي المثال الثاني قوة ماذا تنافر بينما القوة الجاذبية الأرضية فقط قوة تجاذب إذن نقارن بينهم القوة الكهربائية تعتبر أحسنتم أكبر من قوة الجاذبية الأرضية القوة من هي الدائمة ممتاز القوة الجاذبية والمؤقتة القوة الكهربائية القوة التجاذب والتنافر هي قوة أحسنتم قوة الكهربائية بينما التجاذب فقط اللي هي بارك الله فيكم قوة اللي هي الجاذبية الأرضية عندنا السؤال تطبيق من مصادر فصول اكتب صواب إذا كل عبارة من العبارات الآتية إذا كانت صحيحة أو صحح ما تحته خط لتصبح العبارة صحيحة غالبا ما يؤدي لمس الجسم المشحون إلى أن يفقد الجسم شحنته إذا تعتبر الجملة عندما نلمسها مثل ما قمنا بعملية لمس الأيوة ممتاز إذا فعلا يفقد الجسم شحنته إذا رح تكون إجابة صحيحة يمكن أن تكون القوة التي تؤثر بها الأجسام المشحونة أكبر من قوة الجاذبية القوة التي تؤثر بها الأجسام المشحونة اللي هي القوة الكهربائية بارك الله فيكم تعتبر ممتاز أكبر من القوة الجاذبية إذا جملة صحيحة يتطلب إزالة الإلكترونات من الذرة حدوث احتكاك هل يتطلب فقط حدوث احتكاك أو ماذا يجب أن أعطي الإلكترونات ممتاز إذا يجب أن أعطيه طاقة لكي يستطيع ماذا التحرك والانتقال من الذرة تصبح السحابة الرعدية مشحونة عندما يتم فصل الشحنات الموجبة والسالبة بعضها عن بعض بارك الله فيكم إذا جملة صحيحة تصبح الذرات مشحونة عندما تتم إزالة البروتونات أو إضافتها إذن أنا جسم مشحون إذن ها من الذي انتقل؟ ممتاز الإلكترونات إذن هنا بدل البروتونات ممتاز حسنتم الإلكترونات عندنا سؤال يقول لك دراسة الشحنات الكهربائية التي تتجمع وتحتجز في مكان ما هل هو الكهرومغناطيسية أم الكهرباء أم الكهرباء التيارية أم الكهرباء الساكنة؟ ممتاز إحسنتم فقردال الكهرباء الساكنة طبعا الكهرباء التيارية رح نتعرف عليها بإذن الله في الفصول القادمة عندنا تطبيق في مراجعة 5-1 صفحة 134 السؤال أول يقول لك بعد الدلك مشت بسترة مصنوعة من الصوف يمكنه وجد قصصات ورق صغيرة لماذا يفقد المشت هذه القدرة بعد عدة تقاق؟ ملاحظة أن قوة أي وممتاز إذا قوة الكهربائية تعتبر قوة مؤقتة إذن هنا فقدها وين؟ في الوسط المحيط وبالتالي أصبح أحسنتم متعادل من جديد عندنا المهمة الأدائية بإذن الله موجودة في تقويم الفصل صفحة 150 سؤال 25 وسؤال 26 إذن في فصلنا الذي هو الكهرباء الساكنة مقدمة الفصل تعرفنا على أهمية الفصل أيضا ما الذي سوف نتعلمه في هذا الفصل أيضا تعرفنا على مفردة الكهرباء الساكنة ممتاز وقارننا بين القوة الجاذبية والقوة الكهربائية هنا نكون وصلنا إلى انهاء الدرسنا لهذا اليوم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر